وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 60% من الغاز الذي تنتده مصر يذهب لتوليد القهرباء لفتن إلى أنه كلف وزيري القهرباء والبترول بوضع خطة لوقف قطع القهرباء بحلول نهاية التوقيت الصيفي في نوفمبر أو ديسمبر القادمين أنا كلفت الوزيرين وزيري القهرباء والبترول أنهم يحطوا سيناريو واضح إزاي مع انتهاء التوقيت الصيفي نوقف تخفيف الأحمال يعني بنتكلم نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى نتوقف عن هذا الموضوع الموضوع ده حيتطلب إيه؟ إنه لازم يبقى فيه موارد ولازم نبقى واخدين بنا لازم يبقى عندنا موارد علشان نقدر إن إحنا نجيب الكميات والمنتجات البترولية اللي تمكننا إن إحنا نحقق هذا المستهدف عشان كده أنا طلبت مرة أخرى من السيد وزير الكهرباء يضع خطة أخرى لمدة أربع سنين إزاي تدريجيا إن إحنا نحرك أسعار الكهرباء بحيث تكون دايما الفئات الأوليلة مدعومة بصورة كبيرة ولكن على الأقل نبدأ بعض الأنشطة الأخرى هي اللي تدعم جزئيا هذا الموضوع